اهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم كلامنا بالمصر لو بصينا الاسبوع ده ايه هو الحديث الاهم عند المصريين عند رجل الشارع بكل درجاته وطبقاته مش هيكون الانتخابات مع احترامنا لاهمية هذا الحدث انتخابات برلمانية منذ ثلاث سنوات ما اجرناهاش الحدث كان هو لقمة عيش الناس لقمة عيش الناس ممثلة في الدولار البنك المركزي صحينا الاسبوع هذا الاسبوع وجدناها خفض الجنيه بما يوازي 2.5% هب الدولار راح ضارب في السوق السوداء ووصل لارقام كبيرة 8.5 جنيه و8 جنيه و60 ارش في خلال ساعات معدودة كل المصريين قعدوا يتكلموا ويقولوا يا ترى احنا رايحين فين لان لازم تعرف لما عملت بلدك بتتخفض يبقى احنا داخلين على حاجة اسماتة ضخم اي ارتفاع الاسعار ليه ارتفاع الاسعار لان احنا ببساطة بنستورد 55% من السلع واحتياجاتنا الغذائية من الخارج فالطبيعي الكل هيجري ويقول لك يا انها ربيض الدولار شايف بكم لما هتبدأ بقى تتحرك على ارض الشارع هتبدأ تركب مواصلة تبدأ تروح للحلاء بتاعتك او انت يا هاني مراحل الكوفرة بتاعتك هتلاقي الناس عملا تتكلم على ان الدنيا غلى وان احنا لازم نعلل الاسعار يا بيه وانت مش شايف الدولار بكم حتى بيعت الفجر هتقول لك انت مش شايف الدولار بكم يبقى دا قرار لم يكن الاول للبنك المركزي عايز اقول لك احنا بدأنا السنة دي 2015 كان الدولار ب7 جنيه و16 ارش انت في البنك انتهينا والسنة لسه ما خلصتش ب8 جنيه و3 ساغ يا ترى يا هل ترى هل المحافظ الجديد طارق عامر اللي هيستلم المسؤولية في 26 نوفمبر هيعمل ايه مع الدولار مبارح رئيس الجمهورية قبل استقالة هشام رامز هشام رامز هو محافظ البنك المركزي الحالي اللي استلم المهمة من فاروق العودة فاروق العودة ماكملش فترته التانية واستقال وجه مكانه هشام رامز هشام رامز بقاله تقريبا سنتين ونص بس عايزين نذكر له ان هشام رامز قدر في الظروف صعبة جدا يسدد الاتزامات مصر الدولية احنا عندنا قصات عندنا مجونيات عندنا سلع لازم نعملها اللعبة كلها في جملة واحدة انت دولة بتستورد اكتر ما بتصد ودولة بتستهلك اكتر ما بتنتك ودولة ما عندهاش المصادر اللي تدي لها الدولار باستمرار هدي جي تقول لي طب احنا كنا عايشين قبل كده ازاي كان عندنا سيحة نشيطة كان عندنا صادرات كتيرة كان عندنا قناة سويس لازالت موجودة الحمد لله بس ما بقيتش زي الاول حصل فيه تراجع في حركة الملاحة الدولية كل الحاجات دي بتأثر على دخل الدولة من الدولار احنا السنة اللي فاتت استوردنا بـ 80 مليار دولار سلع جزء منها بتسميها سلع استفزازية فاكرين حضراتكو لما كلمتكو ان فيه عندنا سلع بنستوردة زي الكافيار زي لحم الطووس من ايران بزم ده كلام دولة مش لاقية تاكل وعندنا مشاكل في الدولار نقعد نضيع القرشين في الكلام الفارغ ده لما تيجي الطالب بقى الحكومة وتقولها امنعي استراد الحاجات دي يطلع لك بعض الخبر اياهم يقولك ازاي ده مصر مضج على اتفاقيات تمنع عنها انها توقف لاستراد السلع طب يا سيد الاتفاقيات دي بتقولي اتفاقية التجارة الحرة ما تمنعش استراد سلع بس في لفس الوقت ادتني كدولة ان انا اقدر اعمل حاجة اسمها رسم اغراق رسم اغراق يعني ايه يعني انت بتجيبش طفان سلع من الصين تغرقلي بيهم البلد واتدمر صناعتي وانا كدولة قاعدة مكتوفة مفروض ان انت تفرد مزيد من الجمارك اي سلع استفزازية جاية افرد عليها جمارك بشعة اجراءات حماية زي ما بيقولوا ان انت تحمي صناعة بلد حتى يا سيدي لو ما عنديش الصناعة دي هو احنا بنصنع مرسيدي اسلام واخزة ولا بنصنع اي سلعة لا يبقى كل حاجة جاية افرد جمرك علي جمرك علي عشان اللي عايز على طول يدفع اللي علي طيب احنا شايفين الفترة الجاية هتبقى ازاي السوق بصراحة في حال الترقب المستوردين قاعدين مترقبين يا طرى طرق عامر هيعمل ايه طرق عامر اللي هو محافظ البنك المركز الجديد النهاردة كل الجرايد خصصت صفحات كاملة لقرار الرئيس السيسي بقبول استقالة هشام رامس وتعيين طرق عامر محافظة للبنك المركزي لمدة اربع سنوات طرق عامر كان نائب المحافظة البنك المركزي في السابق وتولى رئاسة مجلس ادارة بنك كبير وهو البنك الاهلي وقدر في خلال سنوات معدودة مع فاروق العقدة وغيرهم من المصرفين الكبار ان هو يقدر يوقف عدد من البنوك على رجلها بعد ازمات مالية قاتلة الحل يا اخوانا في جملة واحدة انك تنتج اكتر انك تصدر اكتر انك تقلل استرادك الحل في التلات كلمات دول تنتج اكتر تصدر اكتر وتقلل استرادك السؤال احنا بقى كمواطنين هنعمل ايه عايز اقول لك حاجة احنا من اول السنة لحد النهاردة قيمة الجنيه بتاعك انخفض 12% يعني لو حضرتك كنت بتشتري بضاعة ب1000 جنيه في يناير اللي فات النهاردة هتشتريها ب1120 بمعنى تاني لو انت كان مرتبك 1000 جنيه في يناير اللي فات هتقبضه هو هو ال 1000 جنيه بس مش هتقدر بتشتري نفس الحاجات اللي كنت بتشتريها بيناير ب1000 جنيه لازم تدفع عليها 120 جنيه زيادة هو ده اللغزة او هو ده المشكلة اللي الطبقة الوسطى هتعانيه الفترة الجاية ليه هيبقى فيه ارتفاع اسعار طيب لما محافظ البنك المركزي خد قرار تخفيض الجنيه هو خده علشان حاجة واحد يحمي شوية الارشينات اللي مدبقهم على جنب اللي هم الاحتياط النقد الاجنبي خلاص ما بقاش معنا ال 16 مليار دولار عايز اقولك ال 16 مليار دولار دول منهم 7 مليار دولار مش بتوعنا 2 مليار من الكويت 2 مليار من الامارات 2 مليار من السعودية ومليار من قطر ادي 7 يعني انت لا تحتكم الا على 9 مليار حتى التسع مليار مش فكة منهم 5 مليار دهب وانت بتقدرش تنزل سوق الدهب العالمي وتطرح ب5 مليار دولار دهب ده انت هتأثر في ده طيب احنا لازم بقى نناقش ونقول هل الدولار في حد ذاته غاية هل تخفيد الجنيه ده جريمة طيب ما الصين خفضت عملت ليه الدنيا ما نقلبتش في الصين عايز اقول لحضرتك ان ارتفاع تخفيد ايمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الاجنبية ده عرض عرض لمرض عارف حضرتك يعني الانسان لما بيصب ارتفاع درجة الحرارة مفيش مرض اسمه ارتفاع درجة حرارة بس هو الجسم بيبعث لك اشارة ان هو تعباد ان فيه عضو داخل هذا الجسم مريض فلازم تلتفت ليه ده عشان كده بنقول الحرارة عرض وليست مرض ارتفاع الدولار قدام الجنيه او تخفيد الجنيه مقابل الدولار ده عرض لمرض اقتصادي عرض لمرض اقتصادي اللي هو ايه تراجع العوائد الدولارية او الانشطة اللي بتجيبلك دولارات طالما الانشطة دي تراجعت على طول درجة حرارة الاقتصاد ترتفع اللي هو الجنيه انخفض طيب تعالوا بقى احنا كحكومة مطلوب منك حاجتين الحاجة الاولى تبحث في الاسباب ازاي انشط السياحة عشان الدولار يرجع تاني بانا لازم انشط السياحة ازاي ازود حاصلاتي في الصادرات الصادرات تراجعت بنسبة 26% لازم اعود مع الاصحاب المصانع والشركات اللي بيصدروا واقول لهم سؤال مهم انتوا ايه المشاكل اللي عندكو ازاي الصادرات بتاعدكو قال ليه الحاجة التانية عندنا 6500 مصنع مغلق لازم نسأل نفسينا او الحكومة تقعد مع اصحاب هزي المصانع ويسألوهم انتوا مشكلتكم ايه اغلقتم ليه نساعدكم في ايه عشان تبدأ دورة الانتاج تاني ونصدر الحاجة التالتة المصنين اللي عاملين في الخارج ليه احنا وهم بيحولوننا 19 مليار دولار سنويا عايز اقولك مفيش دولار واحد بيتغير جوه البنوك المصري 19 مليار دولار بيتغيروا في السوق السوداء طب ما تيجي نعرض فكرة اللي يمنع ان الحكومة تقوله كل مصري بيحول فلوسه حولها داخل البنك مقابل هتديلك اغراء هتديلك مثلا المصروفات اللي انت بتتفحف تجديد اجازتك هعفيك منها هتديلك اعفى بنسبة 10% جمرك على السيارة لو انت حولت كل مدخراتك جوه البنوك اذا الحكومة عليها انها اتفق حاجة التانية او النقطة التانية قبل ما اختم مقدمتي الحكومة هتعمل ايه مع المواطنين لان الاسعار هترتفع شئنا ما بينه اسعار هترتفع هترتفع داخلين على موجه التضخم في ارتفاع اسعار جاية انا يمنى هنا المواطن البسيط المواطن محدود الداخل اللي داخله مش هيزيد ولا جنيه ولو راح لصاحب العمل قال له الدنيا غلت يقول له هامل لك ايه يعني المواطن بقى اللي هو ما دون الالف جنيه واللي حد والله خمس تلاف جنيه السؤال بقى الحكومة هل تقدر تضبط الاسعار في الاسواق هل عندها وسائل واليات تقدر تسيطر بيها يعني اذا كان تجار الخضار والفكة هيزود الاسعار اقدر انا اطرح خضار وفكة في المجمعات الاستهلاكية كمثال الاكل والشرب هل ينفع الحكومة والدنيا هتبقى غلى ومولعة اكتر ما هيغلى ينفع تعلي اسعار البنزين والسولر الاجابة لا لانها لو عملت كده هتولع البلد يبقى مفروض الحكومة تتحسب خطواتها تدرسها نقطة نقطة وإلا ممكن يفلت الزمام منها احنا لسه السنة دي بس مخفضين الجنيه 12% ما نعرفش السنة الجاية هيعمله ايه